موسيقى 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 معنا النهاردة مقارنة بين جهازين مهمين جدا جهاز السامسونج اي اربعة وخمسين اللي تم الاعلان عنه قبل يومين من شركة سامسونج وجهاز سامسونج اي تلاتة وخمسين الاصدار السابق من الجهاز اللي تم الاعلان عنه قبل سنة تقريبا نستعرض مع بعض في هذا الفيديو اهم الاختلافات بين الجهازين ولو انت انا وتشتري هتشتري اي جهاز فيهم والافضل ان انت تشتري ايه كل ده هنعرفه من خلال هذا الفيديو واقول لك وجهة نظري لو انا بشتري هاشتري ايه في نهاية الفيديو فخلنا في الفيديو ده نستعرض اهم الاختلافات بين الجهازين لكن في البداية بلما نبدأ ما تنساش تدعمنا وتشترك في القناة ولايك للفيديو من جرائية اخير خلا نبدأ ونشوف اهم الاختلافات ونقرنا سريعة كده بين جهازين سامسونج اي اربعة وخمسين وال اي تلاتة وخمسين نبدأ بتصميم الجهازين عندنا طبعا جهاز ال اي تلاتة وخمسين بيجي بخامات من البلاستيك بالكامل الظهر والفريم لكن في الجالاكسي اي اربعة وخمسين بيجي بظهر زجاج وفريم بلاستيك بالنسبة للوزن والسماكة في ال اي اربعة وخمسين وزن الجهاز متين واثنين جرام والسمك تمانية فاصلة اتنين ملي بالنسبة للتلاتة وخمسين مية تسعة وتمانين جرام وسمك تمانية فاصلة واحد ملي الجهاز اخفه انحف نسبيا من الاربعة وخمسين بالنسبة للتصميم تصميم ال اي اربعة وخمسين بيجي مشابه لجهاز السامسونج اي سي تلاتة وعشرين وبالنسبة لجهاز السامسونج A53 طبعا جسم الجهاز بين البلاستيك وزي ما احنا شايفين تصميم الكاميرات في بروز خفيف في الكاميرات وعندنا كمان الجهاز بيجي بأربع عدسات مش تلاتة زي A54 كلا الجهازين بيدعمهم قومة الماء والغبار IP67 وكلا الجهازين بيدعمهم شرحتين 5G نيجي لشاشات الأجهزة شاشة الثلاثة وخمسين سوبر اموليد بمقال ستة فاصلة خمسة بوصة وبتردد مية وعشرين هيرتز وبسطوع بيوصل لتمنمائة نتس فولتش دي بلس وبابعاد عشرين لتسعة وبكسافة بيكسلات ربعمية وخمسة بيكسل في كل بوصة وبتستحز على نسبة خمسة وتمانين ونصف في المية من وجهة الجهاز الأمامية نفس الكلام في شاشة الآي أربعة وخمسين شاشة سوبر اموليد بمقال ستة فاصلة أربعة بوصة يعني حجم الشاشة أقل بشكل بسيط مية وعشرين هيرتز لكن السطوع هنا بيتفوق بوصل لألف نتس ونسبة استحواز الشاشة تلاتة وتمانين في المية من وجهة الجهاز الأمامية فولتش دي بلس الأبعاد هنا بتختلف تسعة تشر ونص لتسعة كسافة البيكسلات هنا ربعمية وتلاتة بيكسل الشاشتين ممتازين مفيش عليهم كلام شاشات سامسونج ممتازة وكلا الشاشتين محمويين بطبقة كورنين جورولا جلاس 5 شاشات الأجهزة ممتازة مفيش عليها أي كلام الـ A54 بيجي بأندرويد 13 وجهة One UI 5.1 جهاز سامسونج A53 سنزل بأندرويد 12 لكن هيتم تحديثه الأندرويد 13 بالنسبة للمعالجات كلا المعالجين من شركة سامسونج جهاز سامسونج A53 عندنا معالج اكسونوس 1280 معالج بدقة تصنيع خمسة نانو بتردد بوصل 2.4 جيجي هيرتز ومعالج رسوميات المال G68 بالنسبة لجالاكسي A54 عندنا معالج اكسونوس 1380 نفس دقة التصنيع خمسة نانو نفس التردد 2.4 جيجي هيرتز فرق بين المعالجين مش هتاخد فرق كبير في الأداء الأداء هيتحسن بشكل بسيط بين الجهازين عشان كلا انا بقول لك وفر فلوسك واخد نسخة الثلاثة وخمسين بالنسبة لكاميرات الأجهزة عندنا في الـ A54 كاميرا ثلاث عدسات الأساسية خمسين ميجا بيكسل وفتحت عدسة 1.8 وتلعم الـ OIS والكاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل فتحت عدسة 2.2 التروايد وكاميرا خمسة ميجا بيكسل خاصة بتصوير الماكرو سامسونج A تلاتة وخمسين عندنا الجهاز بيجي باربع عدسات العدسة أربعة وستين ميجا بيكسل وفتحت عدسة 1.8 وتلعم الـ OIS وكاميرا اتناشر ميجا بيكسل التروايد بزاوية 123 درجة وعدستين كل واحدة خمسة ميجا بيكسل واحدة للديبس واحدة الماكرو فتحت عدسة 2.4 وكلا الجهازين بيصوروا فور كيب 30 اطار و1080 بستين اطار طبعا برضو الجهازين فرق الكاميرات مفيش فرق كبير فيه تحسن بسيط في جودة الصور وجودة الفيديوهات كاميرا السلف في الجهازين 32 ميجا بيكسل وبتصور فيديوهات فور كيب 30 اطار و1080 ب30 اطار برضو فيه تحسن بسيط في معالجة الصور بالنسبة لل اي اربعة وخمسين وكلا الجهازين بيدعمه سماعات استيريو البصمة فيه الجهازين بتيجي مدمجة في الشاشة سريعة ممتازة ودعم الميزة التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الامامية وعندين هنا برضو البطارية في الجهازين 5000 ميلا امبير وبتدعم الشحن السريخ خمسة وعشرين واط اللي برضو ما بيجيش داخل العلبة سعر جهاز سامسونج اي ستاشر الف جنيه سعر جهاز اي اربعة وخمسين نسخة تمانية مع مية تمانية وعشرين حوالي ستتاشر الف وربعمائة جنيه ونسخة تمانية مع متين ستة وخمسين حوالي سبعتاشر الف وخمسمائة جنيه طبعا انا بقول لك وفر وخد نسخة التلاتة وخمسين هتوفر في السعب لان فرق الاداء مش كبير وكلا الجهازين بيقدموا اداء متقرب جدا وحتى في الكاميرات الكاميرات بتقدم صور متقربة تحسنات بسيطة على جودة الصور وجودة الفيديو والتصميم دي حاجة ترجع لزوءك لكن انا من وجهة نظر المتوضعة انا لو بشتري هشتري ال اي تلاتة وخمسين دي كانت مقارنة سريعة بين جهازين السامسونج اي اربعة وخمسين والسامسونج اي تلاتة وخمسين اتمنى في النهارة بيكون الفيديو عجبكم لو عندك اي سؤال سبقوا في قناة التعليقات وفي انها ما تنساش تدعمني وتشترك في القناة ولايك للفيديو نشوفك على خير الفيديو الجاي سلام